موسيقى الجملة الثانية في عنا المعادلة الاولى y يساوي x والمعادلة الثانية 2x زايد y يساوي الصفر اذا ملاحظين عنا المعادلة الاولى هي y تساوي x يعني قيمة y تساوي قيمة x المعادلة الثانية 2x زايد y يساوي الصفر فبالمعادلة الاولى ما في داعي نستعمل إحدى الطرق في حل المشترة طالما عندنا Y تساوي X فمنعوض في المعادلة الثانية مباشرة منحط بدل X Y أو منحط بدل Y X نفس الشيء لو عوضنا بدل Y X في المعادلة الثانية طالما عندنا في المعادلة الأولى X تساوي Y منعوض في المعادلة الثانية بدل Y منحط X بتصير المعادلة 2X زائد X يساوي 0 إذن 3X يساوي 0 يعني X تساوي الصفر فقيمة X تساوي الصفر مثل ما اشرنا في المعادلة الأولى في عنا Y تساوي X فكما رح تكون ال Y أيضاً تساوي الصفر فالحل المشترك هو النقطة 0-0 اللي هي مبدأ الحداثيات طبعا هذا الشيء واضح من البداية بالمعادلة الأولى في عنا Y و X ما في عنا رقم سابق كما في المعادلة الثانية في عنا 2X و عنا Y ما في عنا رقم سابق فرح يكون المستقيمين مارين في مبدأ الحداثيات اللي هو رح يكون نفسه الحل المشترك بيانياً حالا ما شوف الحل البياني المستقيم الأول مثل ما قلنا لل X تساوي ال Y فأي قيمة بعطيها لل X رح تكون نفسها ل Y مثلا النقطة 1-1 النقطة 2-2 هاي نقاط لرسم المستقيم الأول المستقيم الثاني لو أعطينا X قيمة و تكون 0 منعوض في المعادلة رح تصير Y يساوي ناقص 2 ضرب 0 يعي ناقص 2 بـ 0 0 النقطة الثانية لو أعطينا X قيمة و تكون 1 ناقص 2 في 1 رح تساوي ناقص 2 هاي النقطة الثانية نرسم المستقيمين على مستوى الحداثيات المستقيم الأول النقطة 1-1 هذا ما كان النقطة الثانية 2-2 هذا ما كان النقطة الثانية بنوصل بيناتي بنحصل على المستقيم الأول المستقيم الثاني في عنا النقطة 0-0 اللي هي المبدأ والنقطة الثانية 1-2 1 على X على قسم الموجب و ناقص 2 على و على قسم السالب هذا ما كان النقطة الثانية وصلنا بيناتين بنحصل على المستقيم الثاني إذا بنحظي مكان التقاطع هو نفس مبدأ الحداثيات إذن الحل المشترك النقطة هي 0-0 X تساوي 0 Y تساوي 0 وهو نفسه الحل المشترك جبريان